شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور السيد أنطونيو جوتريش الأمين العام للأمم المتحدة حول إصلاح الأمم المتحدة وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك وقد أشاد معالي وزير الخارجية بالجهود التي يبذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب من أجل إصلاح الأمم المتحدة والذي أصبح هدفا مهما ومطلبا ملحا في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وتطورات تفرض ضرورة إدخال تغيرات إيجابية ملموسة على إدارة الأمم المتحدة وتطوير كافة أجهزتها لتكون أكثر كفاءة وفعالية في أداء الدور الذي تقوم به في حفظ الأمن والسلم الدوليين وشدد معالي وزير الخارجية على أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في الجوانب الإنسانية والتنموية وعلى ضرورة مواصلة هذا الدور في ظل ما يتوفر لها من إمكانيات كبيرة وقدرات تمكنها من أن تسهم بشدة في تلبية طموحات الشعوب في الرخاء والازدهار هذا وقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي رحبت وقامت بالتوقيع على الإعلان السياسي الذي دعا إليه فخامة الرئيس الأمريكي حول دعم خطة الأمين العام لإصلاح الأمم المتحدة